فكرة انك تاخد موبايل بستة تلاف جنيه بيقدم لك افضل شاشة وافضل اداء وافضل توليفة كاميرات زائد افضل نتائج صور متطلعة من كاميرا موبايل لا من كل حاجة ويمكن ين يحالة واحدة فقط ان مش حلوة في الموبايل دي فكرة مستحيلة تماما وخصوصا لما قلناك ان الموبايل ده بيقدم شاشة امولند تسعين هرتز هتقول انت اكيد بتستهبل اي موبايل هنا فيها تستة تلاف جنيه يقدم لشاشة ديه اكيد هيقدم لها اربعة ليجابايت رام شركة سامسولج بنفسها قدمت لك موبايل من فئة سبعة تلاف جنيه نزل ووصل لفئة ستة تلاف جنيه بيقدم لك الستة ليجابايت رام مع الشاشة الاموليد التسعين هرتز وفي نفس الوقت المعالض القوي قبل ما قولك اي حاجة اكيد ما تساش لايك لك سبسكرايبك الرائع واتفعل الجرش اللي وصل لك وانا ده يمكن جديد لان حرفيا ده معنى الحقيقي لاحسن نوبايل دلوقتي تشتريب ستة تلاف جنيه اهلا وسهلا بكم انا محمد ودقالات وخلينا ما بدايا كده اقول لك ان الموبايل ده هو سامسولجي الاي خمستاشر ونزلت النسخة ستة مية تمانية وعشرين دلوقتي وبقى سعرها حرفيا ست تلاف وتسعمائة جنيه بعد ما كان سعرها بيوصل لسبعة تلاف وتلتمية حط كل من الموبايلات اللي فقت ستتلاف جنيه في دماغك واسمعني للاخر عشان تصدق وتعرض ان الموبايل ده قيمة راغيبة دلوقتي لو بستت على كل موبايلات ستتلاف جنيه لان الموبايل ده بيقدم تصميم زي هو بالضبط من نفس الخامات البولي كربونات مفيش اي اختناف تماما واخد برضو نفس الحواف الجديدة المربعة بتاعت عشرين اعمائة وعشرين اما بقى بالنسبة للوط في الشاشة فالموبايل بقدم شاشة اقوى منهم بحبة حنوية شاشة ابلد بسعين ارتس فول اتش دي بلاس طعها بيوصل لثمنمائة نتس واقصى موبايل اللي هنا بيوصل لسبعمية وعشرين نتس اللي هو القبو اي ثمانية وتلاتين مفيش اعلى من كده سطوع في الفئة دي فده اسطع شاشة احلى شاشة هتلاقيها في السامسونج اي خمستاشر فعلات فكرة بقى ان الشاشة تصميمها بالوطف دروب لوتشين تهتقولني ده تصميم قديم هاقول لك بص على الشاشة ومواصفاتها عاملة ازايك وهات اقرب المنافسين اللي بيقدموش الشام بتصميم احلى هتلاقول كلهم فانت ممكن عشان خطر تصميم الشاشة اللي مش عاجمة تنزل لشاشة واي بي اس وانت قدمك بالنفس واسطع كمان ما اظنش انك لو بتفكر صاح او بتدور على الكلور بقبل سعر انت ممكن تعمل كده اما بقى بالنسبة لنقطة الاداء فما فيش منافس حرفيا مفيش اي مباين دلوقتي في فئة ستتلاف جنيه بيقدم معالج ميديا تيكلي جي تسعة وتسعين مستحيل لان اقصى معالج اللي موجود في السي كامسو خمسين جين تمانية وتمانية فبتا يا انا حرفيا معك اقوى تجربك ادائي تموبة دفودة زائد انك معاك دعنوا باستمرار من سامسونج ومعاك تحديثات مكملة معاك لسنتين تلاتة قدام بدون اي مشكلة زائد كمان انك انت مش معاك اربعة جيجابايت ران لا دلطل راضي كمان معاك ستة جيجابايت ران مية تبانية وعشرين جيجا زكرة ترزينية يعني لو نوجيب الموبايل تعد عني سنتين تلاتة اربعة مفيش اي مشكلة تماما حجم الران كافي معاك لاستحمل التطبيقات بدون اي مشكلة فلو كانت مشكلتك مع الاي خمسطاشرة من الكاميرا معاك جيجابايت ران في فائد ستة تلاف جنيه فو اقدر اقولك ان المشكلة تحللت خلاصت وباقا دلوقتي ستة جيجابايت ران مية دين نسخة اللي نزلت ستة تلاف جنيه فباقا افضل قيمة دلوقتي وقبل الساعة كان موبايل بيقدم لك كاميرا اساسية خمسين ميجا بكسل وكاميرا الت رويت مفيش موبايل لسلسات 6000 جنيه بيقدم كاميرا الترويد حانيا ولو انت جدت موبايل بيقدم كاميرا الترويد ده تلاقيه مأثر في بقية الحاجات التانية. اما بقى بالنسبة لتجربة الصغر اللي بتطلع فقدر اقول لك انه من احسن الموبايلات اللي بتقدم تجربة كاميرات زيادة تقدر تستفدمها في جميع ظروف الاضاءة بدون اي مشكلة اي نعم بالليل مش تديلك احسن نتائج ولكن ادي انت موبايل بيقدم تجربة كاميرات بالشكل ده وفي الفئة السعرية دي مع الشاشة الامول مع المعالم جي تسعة وتعين انت مش هتلاقي ذلك لانك معك كاميرا امامية برضو تعتبر كويسة ما عندش معها اي مشكلة تماما للكاميرا حلوة واداءة حلو بس ستتجنب ان نتصور بالليل قوي لان ان بابا احنا لسه بنتكمل في الفان التصادية. معان بصمة كويسة ما عندش اي مشكلة تماما موجودة في زرورة الباور. مدخل دلات ونصف اللي موجود بين اي مشكلة. عندك كمان لنا بطارية مخترمة خمس سلاف الا انبير. سماعات شايفة كويسة يا طبعا موني ومشي استيريو ولكن مفيش موبايل هيقدم لك كل ده وكمان يقدم لك سماعات استيريو. اما اخيرا بقى اللوطة اللي انا عندي على اعتراض وشايف ان دي حاجة مش حلوة الصراحة ان الموبايل ما بيجيش بشحن في العنبة وما بيجيش بقى اكسر صورات واخر خمسة وعشرين وقت وهتشتري الشحن منفصل. خمسة وعشرين وقت انا ببقل اتقبلها في ادسل تلاف جنيه لان اقصى سرعة هنا هي تلاتة وتلاتين. ولكن مش كلتي فعلا ان الموبايل بيجي من غير اي حاج. بس اقوى شاشة واقوى تجربة كاميرا. واني نرسوا بس فكرة الشاحن او فكرة الاكسسورات. انا معديش اي مشكلة ان انا تنازل وراح اشتري الحاجات دي منفصلة في مقابل ان اخد توليفك. صعب ان نلاقيها دلوقتي. وبرضو هسيب لك لينك الموبايل تحت في الدسكريبشن للنسخة الستة مية تلانية وعشرين. اتمنى ان انت تلحق العرض ده. لان بعد العرض ده ينتيه مزلش ان اتلال وبين بيقدم التوليفة دي تاني بستة تلاف جنيه واعلم على كلاني. وبس كده. وبكده نقول وصلنا لقيت الفيديو. وكد نساش لايك وتسبسكرايمك وتفعل زر الجرس عشان يتتمع معي باستمرار اول باول. وكالعادة انتظر ان الفيديو جديد. سلام.